السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوات اخوان كلكم بخير ان شاء الله كاملين تكونوا بخير تكونوا في سعادة وهناء ان شاء الله نهاركم سعيد فيه بركة وسعادة على كل الناس على كل المستمعين على احبابنا وعلى كل مسلمي جميعا ان شاء الله والله يعني سجلتكم بيسجلكم هذا الفيديو القاسر يعني توحشتكم بزاف وسبحان الله يعني عربة نطمن عليكم وان شاء الله كاملين تكونوا في صحة جيدة ان شاء الله على المستمعين اللي مال فيه يتبعوني كاملين ان شاء الله بإذن الله تعالى اليوم عندي هذا يعني عندي واحد هذا الحويجة هكا نوريكم لكم يعني سبحان الله يعني سبحان الله مغير الاحوال يعني بغيتنا شوية ان نقصوا على المواشين ونبدلوا شوية يعني مرانا قاعدين شوية ما زلنا ما رجعناش للمواشين ان شاء الله نوريكم هذا الكتوب هذا الكتوب بتاع القرآن يعني هذا الكتاب القرآن هذا شريته من الجزائر يعني وهذا شريته من البلاد اللي كنت سكنة فيه يعني من مشي من يعني من البلاد يعني من وهران ولا من الجزائر ولا لا شريته من المكان اللي انا سكنة فيه يعني هذا بريوية ورش نهر اللي شريته وشريته واحد اخر يعني كبير يعني كبير بززاف على هذو زوج يعني من شريته من وهران يعني من واحد المكان يسموه المدينة جديدة يعني بزاف الجزائرين يعني عارفوها هذي المدينة جديدة يعني عارفوها بزاف واشتهي هذك علش هذا كراني نحكي لكم يخطرش هذك الكتاب الكبير يعني كبير بزاف هو وفيه الكتبة كبيرة وكل شيء وكان عاجبني بزاف بزاف ونقرأ فيه بزاف يعني كل مرة نقرأ فيه غير هو هذك لشريته الكبير هذك بحفز بريوية حفز واحد النهار شرينا هذا يعني شريت هذا الكتاب هذا بريوية ورش وشفته مختلف بسعة زمان هذه زمان ما كناش نقرأ القرآن ولكن نسمع القرآن ولكن احنا ما كناش دايرين الفرق ما بين ورش وحفز يعني ما كناش دايرين الحقيقة احنا كنا صغار في ذك الساعة ما كناش دارين الفرق ما بين روية ورش و روية حفص يعني ما ما قدرناش الانتباه نقوله كما بزاف وكاين بزاف الناس ليخفى عليهم هذا الانتباه هذا وجاء واحد النهار اللي ولينا يعني نحفظه ولينا نحفظه في حفظنا يقوله حفظنا الصورات يعني صورات بزاف العامة وحفظنا يعني تبارك صورة الملك حفظنا صورة قاف صورة الانسان يعني نص حفظنا ربع من صورة البقارة مثلا بزاف الصورات اللي مثلا قرينا حفظنا مهم قال الصورات الصغار حفظناهم بحفص ومعد جاء واحد النهار اللي بغينا نعوده يعني خلينا يعني بنادم هكذا هكذا يصرع له نقوله هكذا يصرع له خطراتي ولي مؤمن مؤمن يفوت الحد في الإيمان وخطرات الإيمان يروح له ولا منش عارف شاي يصرع يعني ولا الدنيا تلهيه ولا منش عارف شاي يصرع يعني ينسى ولا مثلا كاين بزاف السولح اللي يصرع له في حياته الأحزان مثلا الوالدين كاين والدين ماتوا مهم كاين بزاف الحواج اللي يصرعونها في حياتنا نتلهه نتلهه على القرآن كل يوم مثلا نقرأ في اسمانة نقرأ ورقة ولا ورقتين ولا يعني ولا مثلا هارلين تفكروه نقرأ ورقة ورقة ورقتين ولا هكذاك بزاف بزاف الناس اللي يصرع لهم هكي يعني يهجروا للقرآن وإحنا منهم يعني مش إحنا ماناش يعني مرسومين من هذة الأشياء اشتهفيني وهذا العام هذا العام يعني إن شاء الله إن شاء الله رانا نصحه نصحه برواية ورش يعني نحوسه على التصحيح ونصور ونحوسه على نقرأ والقراء صحيحة يعني والله العظيم جناء أصعب يعني هو جناء جناء أصعب علاش احنا كنا نقرأ القرآن يعني من غير صفات من غير قواعد من غير إدغام من غير يعني من غير من غير من غير مخارج الحروف يعني ما كناش نديروا الحروف كما ينبغي وضروق نصحه يعني نصحه وقالت قالتنا الأستاذات قالتنا ما شاء الله إلا بغت تبدأوا يعني من الصورة الصغر يعني هذي نصيحة الأخوات يعني اللي بغوا يحفظوا القرآن يبدأوا من الصورة الصغر يعني من الصورة الصغر من العامة ويصحوا قبل صحوا مثلا يديروا الإضغام ويديروا الحروف كما يخرجوا الحروف كما ينبغي يديروا القلقالة مثلا ويديروا تفخيم ويديروا ترقيق يعني في هذا يديروا القواعد يعني مخارج الحروف كما ينبغي من يلقون ويعرضوا على واحد يعني يعرضوا على واحد مقرئ ولا ولا أستاذ ولا أستاذ المهم باش يصحح لهم الحروف وإلا كان مثلا صابهم يخرجوا الحروف كما ينبغي يبدوا في الحفظ يعني لا يجوز الإنسان يحفظ القرآن كامل ولكن كله بخطأ هذا لا يجوز هو يغير كلام الله يعني لو كان مثلا يدير الخطأ في القراءة يغير كلام الله هذه هي يعني هذا هو اليوم هذه هي يعني فيديو قليل نقوله فيديو قصير جدا ولكن غير بقيت نطمئن عليكم والسوج هذا هو يعني هذا القرآن والقراءة هذا القرآن يقرأ يقرأ كل يوم يعني ما يهجروش ويتابع يعني تابع ومدام الإنسان يتبع يعني كل يوم يقرأ يقرأ يعني ورد من صباح مثلا في من يذو إنه يصلي الفجر يقرأ ورقة والغدوة من ذاك ورقة والغدوة من ذاك ورقة حتى إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفتح عليه ويقول يقرأ القرآن يعني في كل في كل صالات وكل وقت يعني ما يقولش يهجر القرآن وهذا هو بشن نقبل ربي سبحانه وتعالى يعني هذو هما يعني هذا هو اللي نقبل به الله ما نقبلش بحاجة أحد أخر يعني الدنيا ما تنفعناش يعني حتى لو الإنسان ولا فيها يعني ولا كما الملك كما الملوك تعزمان يعني الملوك كسبين القصور وكسبين كسبين نص الدنيا كاملة ولكن سبحان الله شوفوا نهار لي ماتوا ما بقى ما بقى شكال أثر تحم سبحان الله والحاجة الأخيرة اللي نتكلم معليها هي البركة البركة سبحان الله كاي بزاف الناس اللي يقول لك البركة كاي بزاف اللي ما يعرفوها شتهي البركة يعني هي البركة هي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى يرسلهم يرسلهم يعني يهودوا يعني في المال ولا يهودوا في الأبناء ولا يهودوا في الرزق مثلا لا يهودوا هذو كل الجنود جنود الله في هذك المال تعالإنسان يكثر يكثر هذك المال ولا يهودوا في الأولاد ذو كل أولاد ولو صالحين ولا يهودوا يعني في الصحة الإنسان ولو عنده الصحة والعافية يعني وسبحان الله هذه هي البركة يقول لك اللهم اجعلني مبروك والاجعل لي البركة في رزقي وأولادي وأهلي وبيتي وكل ما نكسب عند الله تعالى واللهم اجعلنا اجعلنا مبروكين في الدنيا والأخرة وسبحان الله اللهم اجعلنا هذا القرآن إن شاء الله اللهم اجعله ربيع قلوبنا إن شاء الله يا رب العالمين واللي هو يعني بزاف الأخوات يعني يسمعوني وبزاف يتبعوني وبزاف مسلم عليكم بزاف 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 ويعني ونوصيكم ونوصي نفسي بقراءة القرآن يعني الإنسان ما يخليش ما يلتهاش على نفسه يعني ما يلهاش على القراءة القرآن حتى لو كان ورقة في النهار يعني حتى لو كان وجه من من الوجوه يعني يقرأهم ما يخليش روحوا هكذا كل يوم يفوت النهار كل يوم كل يوم يفوت النهار حتى يلقى روحوا كبر ومن بعد من يكبر يقولوا ما يولوش عنده الرغبة ومن يقولوا ما يولوش عنده الإحساس بتاع القرآن يعني الواحد من يقولوا عندي عنده تسعين عام ولا يفوت تسعين عام ولا يقولوا ما يقدرش يعني ما ينجم ينوض ما ينجم يقرأ ما ينجم سبحان الله الوحد يدير الحاجة يعني يخدم الله سبحانه وتعالى مدامه صغير ومدامه يقدر يدير واحد حاجة يديرها اما يخليش تروحوية الغدواء لخاطرش احنا سبحان الله الانسان ما يعرفش لا يعيش تالغدواء ولا ما يعيش سبحان الله وهذا كما قلت هذا الكتاب شريته من الحمارة شريته من الجزائر وهذا الاخضر شريته من المغرب من المغرب يعني يسمى اخت من الاخوات كانت معنا في المسجد ووصيتها قلت لها بللي نخصني كتاب ملون هذا الكتاب الزرق هذا ملون الدخل وهذا الالوان الدخل يورو لك كيفاش وين كاين الاضغام وين كاين الاخفاء وين كاين التقليل وين كاين مثلا قال حروف يعني وري هاكم كيفاش كيفاش ننطقوها ولا سبحان الله هاك شوفو هذي يلا هذا هو اللي كنت بغيتو هذا هو جابوه لي من المغرب شوفو هذا كيفو هذا الاحمر راني راكوا راك بالي كيفو بالضبط ولكن هذو ما عندوش ما عندوش هذا الالوان غير الالوان احنا بهذا الالوان نعرفوه نقرأو بهذا الالوان كما هك شوفو هذا المد المد المدو هذا هك شوفو هذو مال لهذا هو اللي كنت بغيتو ولكن الحمد لله وصني هذي ها وان شاء الله مرة اخرى ان شاء الله الى كان الاخرى عجبتكم هذا الفيديو عجبكم ديروا لايك وديروا الجام ورسلوا لي كوموتا وقولوا لي لك انتم مركم تقرأوا وانما كمش تقرأوا واشتهي خبرتكم على القرآن ورب سبحانه وتعالى يحليه في قلوبنا يا رب يا رحمن والله مجعلنا في القرآن وفي الصلاة قرات عين يا رب يا رحمن السلام عليكم ويا بيانتوا في فيديو واحد اخرى ان شاء الله ومرة واحد اخرى ان شاء الله نتكلمو على قصة واحد اخرى يعني قصة ما هي ما تتكلمش على القرآن ولكن تتكلم على قصة الحياة ان شاء الله تتكلم على الحياة على حياة الدنيا كيفاش واحد يعيش في الحياة ان شاء الله هالي ابيانتوا ان شاء الله